لا جديد يحكى ولا قديم يعاد حالة كبيرة من البؤس والحزن على حال منتخبنا حال كل مشجع الكوري منتخب مصر ممكن يخسر زي اي منتخب او فريق بس علشان هو اسمه منتخب مصر ما ينفعش يكون ده حاله خسارة ودية صحيح امام المنتخب الكوري بس خسارة مهينة مهينة لكل واحد شغال في الكورة مهينة لكل اللاعبين والجهاز الفني هزيمة كلها عار على كل عضو في اتحاد الكورة اللي مش طبيعي ولا منطقي يكونوا في اماكنهم لحد دلوقتي وانا بقولي الكلام ده علشان الخطأ جاسين خطأ في اسم منتخب مصر اللي مش عارفين امتو ولا مكانتو عار حي يعني